بينما تتواتر التقارير على رغبة إيران بجعل الأراضي العراقية ساحتها لأي معركة محتملة مع الولايات المتحدة واستخدام نفوذها في العراق لإدارة الصراع مع واشنطن مستغلة هشاشة الوضع السياسي والأمني نقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية عن مصادر مخابراتية غربية أن صورا جديدة للأقمار الصناعية تشير إلى أن إيران تقوم ببناء معبر حدودي على الحدود العراقية السورية لفتح طريق بري آمن من إيران إلى لبنان لتهريب الأسلحة والنفط والالتفاف على العقوبات الأمريكية وتظهر الصور التي نشرتها القناة وتم التقاطها في وقت سابق من هذا الأسبوع عمليات بناء المعبر الجديد في منطقتين القائم والبوكمال الحدوديتين بين العراق وسوريا حيث تخضع هذه المنطقة لسيطرة البليشات الموالي لإيران من الجانبين بعد أن كثفت طهران حضورها هناك منذ الصيف الماضي فيما تظهر صور الأقمار الصناعية وجود قاعدة للجيش الحكومي بالقرب من الموقع المهجور ووفقا لمحللي موقع ISI المختص بالدراسة وتحليل صور الأقمار الصناعية فإن المعبر الحدودي ما زال مغلقا وقد دمر أثناء الحرب وقد بذل الإيرانيون الكثير من الجهد في بناء معبر جديد سيمكن إيران من الحفاظ على اكتمال ممرها البري إلى سوريا ثم لبنان والبحر الأبيض المتوسط بموازات ذلك كشف معهد بروكنز للدراسات الاستراتيجية عن سيناريو يجري إعداده لتحويل العراق إلى أرض معركة بين الولايات المتحدة وإيران وأوضح المعهد في تقرير له أن اندلاع صراع أمريكي إيراني في المنطقة سيعني انهيار السلطة في بغداد غير المستقرة من الأساس بفعل تعمق الميليشيات المسلحة المتعاونة مع طهران مشيرا إلى أن الحكومة في بغداد غير قادرة على مواجهة الانقسام الداخلي الذي ستتسبب به الحرب وبالتالي فإن انهيارها سيعني دخول العراق في حرب داخلية تسببت بها أمريكا في اللحظة التي قررت أن تترك الباب مفتوحا على مصراعيه لإيران كي تعبث بالمشهد العراقي سواء بالتدخل المباشر أو عبر وكلائها اشتركوا في القناة